اشتركوا في القناة موجود وهو هذا لا يمنع أنهم من ولاة الأمور ولا يمنع أن نكون ممن يسمع لهم ويطيع لو كنتم تعلمون المشكلة أنكم يحرككم الهوى الهوى وهو ده ونفس الأمر أين الصدق بقى في هذا والإنصاف الهوى يحرك الطائفة البيع لحزب معين هو الذي يحرك هؤلاء القوم الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لابن مسعود ولغيره قال يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون ولما فصر ذلك قال أقوام يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي شفها أصرح ما يكون يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي هذا نواق صوف كمان التوحيد الواجب يستنون بغير سنت النبي صلى الله عليه وسلم فيهم البدعة والبدعة من أعظم ما تكون ويستنون بغير سنتي ويهتدون ويهتدون بغير هدي والنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله والكلام صريحة أقول الآن عشان أنا أعرف أن يعني في ناس نقالولي قالوا لي في ناس بتدع عليك قلت نعم إن الله سيقبل هذا الدعاء ويقلبه عليهم لأنهم قام أصحاب هوا عندهم شهوة ما عندهم شي ديانة المسألة كلها الطائفة والحزب والبيعة لشخص معين أنتم رأيتم لما تكلمنا عن شخص الشخص عندهم حرفات عقضية شائبة عظيمة وبيناها فقاموا كرجل واحد دفاعا عنه فقط عنه لأنه هو الرجل التاني عندهم في هذا الباب ونحن يبقى لهم الرجل عندهم حرفات عقضية هذا نقص بيصف الله بالنقص فكان ينصرنا الشخص ونفس الأمر هنا عندهم بغط لولاد الأمور أنا لا أملك قلوبكم تبغضون تحبون هذا ليس بيدي ولا بيديك ولا بيدي أحد لكن أنتم لابد أن تعلموا أن الدين هو الذي يحكم الشريعة هي التي تحكم فكيف أتخذه مولاد الأمور أنا أتخذه مولاد الأمور ديانة والله يحاسبني على ذلك وشرعا لأنني لست بأمثالكم الهوى لا يجروني والشهوى لا تجروني ومسألة الجماعة وبيعة الجماعة لا تجروني ولا تعظيم الشيخ معين يجروني ولا أننا أصلا جعلته صانما من دون الله عبدوا من دون الله لا أنت قلت نواقص أنا أخذتك بالاثنين قلت المفروض النواقص ده مكتوبة هو عندك في نواقص فأنا بشرح لك أقول الآن لو في نواقص آه نعم أنا بأقر أن في نواقص فأنا أجيبك على الأولى لأن أنت كتبها نواقص وأنا أعرف أنك عايز نواقص مش نواقص فأنا يبتك على الأولى في نواقص آه في نواقص أنا بقول بها والنبي قال بها وقال تعرفون تعرفون أو تنكرون قالوا أفل صلوا لا ما أخوهم فيكم الصلاة وحديث عبادة بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف هذا يسأنا هذه وقفة مع سلامة أيضا القلب لو كنت صادق في نصرة الدين مش صادق بقى في هواك وجماعتك ودواعش وبيعة الأمير لا صادق في نصرة الدين فهنا هينواقص في كمال التوحيد نعم والنبي السلام قال عليكم سمع الطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة لم تتوفر فيه شروط الولاي بحال من الأحوال واجب السمع والطاعة له ده دين يا جماعة ده كلام سيد المرسلين وعبادة يقول بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشطة المكره وعلى أسرة علينا واخذ حقنا وكما يقولون وأسرة علينا قال إلا إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان فإذا هذا بالنسبة للنواقص التوحيد بقى كمال التوحيد مش عندهم نعم كمال التوحيد الواجب فيه نواقص عندهم آه نعم أنا أقول بذلك وأسمع لهم وأطيع في طاعة الله اللي في علا إن عصوا الله ورسوله فلا طاعة لهم ولا سمع ولا 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 أفسد ولا أنزع يدم من طاعة ولذلك أبو باكر قال أتعوني ما أطعت الله فيكم طب إذا عصى لا إنما اطعته في المعروف إنما اطعته في المعروف يبقى بقى الذي تشتهي أنت قال نواقص التوحيد فين نواقص التوحيد بقى الآن أين النواقص لنتكلم عنها بأنها نواقص نقضت التوحيد كليتا أين هي أنا أقول لك الآن أنا أنا قلت قلت سألوني عن القزافي بعد الخرج عليه قلت لهم هو كافر والخرج عليه جائز سألوني عن هذا الكافر كافر السورية الموجود غادر وقت الله ينتقم منه بإذن الله طيب ويقسم ظهره ويحفظ إخواننا أهل الشام قلت كافر ابن كافر لأنه أتى بنواقص التوحيد طيب اقتيني بقى أنت بنواقص تتكلم عنها لو أردت أن تكفروا لي الأمر هاتل ناقص كما قال النبي السلام كشمس النهار أما الكافر الأول الليبي هو الذي قال ما فيش حاجة اسمها قوله والله واحد قوله والله واحد فقط وأما الكافر الثاني في سوريا هو الذي هو نصيري علوي وأقرب ذلك وقال أنه هو نصيري بكل تبجح وكل بجاحة وقاحة بيعبد عليه ابن أبي طالب جيد هاتلي بقى أنت الدليل كما قال في حديث عبادة بن الصامت قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان يا رب تكون صادق يا رب يا رب تكون صادق وصادق قلبك في ذلك فأتي وأنا اللي هكفره أمامك وأقول خرجت ما عندي سمع وطاع الآن لكنكم قوم تشتهون وتتبعون فقط الشهوة وأنا لا أشكك في النواية طبعا والغريزة موجودة ونصرة الدين والمشاعر الجياشة أنا لا أنكرها وقد تكون موجودة لكنكم شوية جهلة جهلة وتشتهون والهوى هو الذي يحرك لكن الدين الدين لا غير ذلك لا أنت لابد أن تكون سمعت وأطعت وأن تكون لله حقا هذا الأصل في هذا الباب أي مولاة يهود النصارى طب تعال هنا مولاة يهود النصارى يعني حاطب بن أبي بلتع لم يبعث بالرسالة إلى مكة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجهج الجيش لكم ليست كل مولاة كفر يا حبيبي لذلك قلت لكم عندكم ضعف علمي الجهل هو الذي يقودكم ليست المولاة كل المولاة كفر ولا بد أن تكون المولاة على هزيمة الإسلام وعلى الفرح بنصرة الكفر على الإسلام ليست كل مولاة كفر ده هذا إذا عزعمت معك أنا في مولاة إذا قلت في مولاة يعني هل الهدنة مع اليهود تكون مولاة تكون مولاة لكن أنا حتنزل معك أقول لو في مولاة ليست كل مولاة كفر ليست كل مولاة كفر وحاطب خير دليل عندنا في هذا الباب المولاة التي تكون الكفر على مقال حاطب قال ما فعلت ذلك ردة عن ديني يعني ما أردت أن يعلو الكفر على الإسلام أبدا أبدا أردت حماية أهلي أو أرأيت ليست كل مولاة كفر فهات هات ما عندك وأنا أقسم بالله سأرفع رايتك وأكون أنا معك وحقول عالنا ما فيه سمع وطاع وما فيه شولات أمور ويحدث لي ما يحدث رقبتي لله يا ابن الحلال أنا وقفت نفسي لربي ما يهموني أحد أنت ترى الآن والكل أصلا بيأتي عليك جميعا قفوا صفا وحدا لموا نفسكم كلكم وتعالوا واجعلوها إيش اجعلوها دينا اجعلوها دينا وأنا أقسم بالله صادق فيما أقول إن أتيت بكفر بواح سأقول عالنا ليس بولاة أمور ولا سمع ولا طاعة وإذا قدر عليهم يخرج عليهم إذا اعترفوا باللهود دولة هو النبي السلام مش اعترف بخيبر لليهود حبيبي ما اعترفش النبي بالخيبر باللهود ستضيع الوقت على الناس أنت أنت ضعيف علميا يا ابني الام الكبار عندكم كلكم متعالوا صف لأنكم ضعاف علميا المشكلة الكبيرة أنتم ممكن تكونوا يعني من الصادقين نية إن شاء الله تكونوا كذلك وتريدون أن تنصروا الدين حقا أنا أعوذ بالله أن أشكك في ذلك لكنكم جهلة ما عندكم علم وأفسدتم افسد ما يعلم بي إلا الله جلال فعلها أفسدتم الأمة الإسلامية بأسرها بأسرها وطيعتم عليها سنين عمر ما يعلم بيها إلا الله جلال فعلها حاطب له خصية حبيبي خصية إيش هذه في هذا الباب لا تقول لي أنه يكون أنت قلت المولاد كفر ما فيش خصية في الكفر يا أستاذ ما فيش خصية في الكفر أبدا وما فيش أي خصية حاطب قال له صادق كالرجل لكنه قال أهل بدف نعم غافر الله لهم لأن دي كبيرة شوف أنت مش فاهم كيف أنت لا تفهم أقول الآن ما فيش سيش مخصية ولا حكم ينزل على الخصية بحال من الأحوال حاطب أصلا أصلا يعاقب على الكبيرة لكن النبي قال في الخصية هنا الله اطلع أهل بدف قال أفعل ما شئت منك تغفرت لكم لأنه فعل كبيرة وليست كفرا على ما وضحت لك أنه ما كان يمكن يتخيل أن أن الكفر يعلو على الإسلام انتبهوا بالله عليكم والله أنا أخاف عليكم انتبهوا بالله عليكم تعلموا العلم وفقه ما فيه وأنا قلت لك أنا معك الآن واخذ كلامي هذا صوره وسجله وعطيه كل الناس أنا أقسم بالله من أتاني بكفر بواح على أحد هقول ما فيش وقت أمور فيه سمع وطاع المهم أن النبي أقر بهم في خيبر ولما أقر يا حبيبي أقر تعلم يا بابا تعلم الله يهديك الله يهديك تعلم تعلم يعني هذا يفيدك جدا حتى تعلم كيف تنصر الدين أنت بذلك ستكون خنجرا في ظهر أهل الإسلام فلابد أن تقف هنا أخي خف في هذا الباب يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان كل ما يكون في مسألة فيها تأويل ما تستعرش تكفر وتالما ما تستعرش تكفر نعم تقول فاسق تقول ظالم وحيكون ولي أمر أيضا تقول فاسق وحيكون ولي أمر والسامع والطعواجبة والخرج عادة الأمور ستفسد الدنيا بأسرها تفسد الدنيا بأسرها والدين طبعا تضيع للدين شوفوا أنت الجامعات كلها الموجودة الآن وسط المتازم كله مهلهد مهلهد وكله بيصارع كله وكله بينتقد كله وكله بيحارب كله وما بش حاجة يسمع نصر الدين واحدة قلت بس أنا أقر بي أقر بيكم أقر لكن مش ممكن أكون معاكم بقى صار هوى النفس هو الذي يحرك والشهوة يلا تحرك أين هو أن تقر بإيش أنت جاهل أنت جاهل أصلا وأنا أجبتك على ما قلت على ما قلت لك الآن اتني بكفر بواح أنا قلت لك القذافي قلت لهم كافر يجوز الخرج عليه وهذا كافر سوريا كافر يجوز الخرج عليه لكن إذا كانت القدرة موجودة النصاري العلوي بمجاحة وقاحة قاله النصاري العلوي العلوي أنت عمثا عمثا بيانت لك فلعلى الله يعني يهديك وتسمع الكلام ويكون الكلام لله الذي لا في علا ومن عندك لو ارجع لعلماءك هدهم معاك إذا كان عندهم كفر بواحي يأتون لنبيه نناقشهم في هذا البلد ونشوف لو كان كلام صحيح أنا سأنزل تحت الرايا وأقول ما فيه شيء اسمه لات أمور ومش أسمع وأقطيع لكنكم شويت كهلة ستضيعون الأمة ضيعا كما ضيعتون قبل ذلك ضيعتموهم وأفسدتم عليهم كل شيء حتى الآن صلت الله علينا من غيرنا من يتحكم فينا وينافقون علينا ويريدون يعني يساوموننا لكن الله يعني حافظ الله يحفظ دينه وسينصر دينه لا محال وسترتفع الرايا لا محال لا محال نسأل الله أن يرضى عنكم نسأل الله أن يرضى عنا عنكم نسأل الله أن يهدي الأخ وسمع ما يكون حج عليه نسأل الله أن يعمل به نسأل الله أن يعمل به نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ولو وجدنا كفرا بواحا كنا أول الناس مكفرين لذلك وأنا علنا كفرت أبو حمالة وقلت له اتق الله وادخل الإسلام أنت كفرت بالاستهداء بالآية سلطانية سلطانية وكفرت لما قلت بأن مجتمع الصحابة فيه تحريش وسيدهم يبقى إيش وهذا استهزاء بالنبي وفي عرض النبي كفر الرجل بهذا دون أقامة حجة ولذات شبه فلابد أن يدعى للإسلام فدعوته أنا علنا للإسلام قلت لو اتق الله وادخل للإسلام والذي قال بأن الإمام بمحمد ليس لازما ليس واجبا يؤمن بأي نبي ويوحد يدخل جنة كفر بذلك لأنه جعل الإمام بالنبي اختيارا وهذا كفر لا يحتاج لأقامة حجة ولذات شبه فأدعوه أيضا للإسلام فإذا وجد الكفر قلنا به واسرعنا عليه نحن لا نداهم في دين ربنا لا نبيع ديننا بشيء نحن عصاء نعم أنا عاصي ليه معاصية لكني لا أبيع ديني لأحد كائنا من كان فليفعلوا ما يفعلوا علي في هذا الباب يحاربون أن يقاتلون بما شاء لا أبيع ديني لأحد